من جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تصويت المصريين في الخارج ستستخدم فيها تقنيات مستحدثة تضمن التسير على المواطن في اختيار مرشحه خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية من خلال 150 بعثة دبلوماسية في الخارج تتوفر فيها الإمكانيات الحديثة لعدم تكرار تصويته وأضاف وزير الخارجية أمام عدد من الدبلوماسيين والإداريين الذين سيتوجهون إلى الدول ذات الكثافة العالية من الجالية المصرية للمساعدة في إجراء العملية الانتخابية بالخارج أنها ستكون تجربة ثرية للمصريين في الخارج وستزيد ارتباط الجالية بالسفارة